أمي صو فنانة تشكيلية استطاعت من خلال موهبتها المتمثلة في الفن التشكيلي أن تستقطب عدادا من الزبناء لمعارضها التشكيلي محمد المينو قد حولت أمي منزلها إلى معرض ومقهى في الوقت ذاته لكن نشاطها تأثر بسبب جائحة كوفي التسعة عشر بيت من نوع آخر يسكنه الفن والإبداع وتحيطه التفاصيل الجميلة والألوان إنه أرت غالي أو ما يعرف ببيت الرسم جسد على هيئة مقهى ومعرض في نفس الوقت صاحبة الفكرة هي فنانة تشكيلية تدعى أمي صو نشأت داخل أسرة تألف الرسم كنوع من الهواية نشأت داخل أسرة تمتهن الرسم منذ نعومة أظافري وأنا أرسم علمني والدي كيف أرسم حيث ابتدأت بالرسم على اللوح والطبشور قد كان حلمي إقامة معرض للوحاتي وعمالي التشكيلية الآن تحقق لقد شجعتني عائلتي على ما أفعله اشتريت هذا المنزل بكل ما جنيته من عرق جبيني ولكل عمل أعرضه عنوان محدد يهدف إلى الدفاع عن حقوق المرأة وقضاياها تأثر المعرض بفعل فيروس كورونا وخاصة الموجة الثانية منه ما أدى إلى انخفاض أعداد مرتاديه بشكل ملحوظ كان المعرض محل إعجاب من الزوار الأجانب الذين كانوا يترددون عليه قبل الجائحة حتى إن الساحة لا تمتلئ وأبيع لوحاتي وعمالي لكن منذ الجائحة نادرا ما يزورني أحد تعمل أميصه منذ فترة طويلة في هذا المجال وتقول بأن معظم رسوماتها وتحفها تحمل رسالة مفادها دعم قضايا المرأة والمضي بها نحو الأفضل لوحات معبرة وتحف فنية مصنوعة من الخردة شكلت معرضا فنيا متنوعا كان سيستقطب عددا معتبرا من الزوار لو لا تصاعد وطيرة الإصابات بفيروس كوفيد 19 في موجته الثانية سلمة أبوسوكو المريتانية نوك شود